السلام عليكم محمد السيد العامل ان شاء الله هنكمل الجزء الثالث من محاضرة Elite Component كاستكمال لكورس هندس تحفر عبر البترول خلصنا الاثنين سيستم أساسيين من الأنظمة الأساسية في أي بريمة وهو كان في البداية الهوستنج سيستم وخلصناه وبعدين اشتغلنا في المحاضرة اللي فاتت عن الروتيتنج سيستم ان شاء الله هنكمل الجزء اللي جاي ده هو جزء الخاص بالتيوبلر او الدريل سترينج و الهندلنج اكويمنت بتاعه طيب بداية انا عندي في كلمة هنسمحها كتير جدا هي اسمها الدريل سترينج الدريل سترينج ده هو المصار اللي هيعمل لي حاجتين هيعمل اول حاجة هيوصل لي الحركة الدورانية اللي اخدتها من لاما التوب درايف لاما من الروتيتنج هبدأ هوصل الحركة الدورانية دي للدقاء يعني هو عبارة عن مجموعة من الموسير متوصلة في بعضها عشان في النهاية توصل لي للدقاء فبالتالي هتاخد الحركة الدورانية دي من فوق من التوب درايف او من الكلي لو انا شغال به بالكلي او بالتوب درايف المهم في كلا الحالتين هاخد حركة دورانية هتمشي خلال السترينج وتوصل تحت لي الدقاء طيب وطبعا الدقاء هاخد الحركة الدورانية دي للبوتوم يبدأ ان هو يكسر لي في الصخر الموجود تحت طيب في نفس الوقت بيسمح بمرور سائل الحفر اللي هستخدمه هضخه جوه المصورة هينزل هيمشي في الموسير او في الدرلسترينج ده لحد الدقاء ياخد القاتنج اللي طيب ويطلحوا لي فوق طبعا يبقى هيوصل لي سائل الحفر او المد من فوق خالص من عند المد بومبس لحد الدقاء تحت والبوتوم ويشيل القاتنج اللي الكسر او الفوتاة الصغير اللي خرج من الدقاء ويبدأ ان هو يرفحوا لي في الفراغ الموجود ما بين السترينج وما بين الكيسينج طيب في نفس الوقت هيسمح بتحديد اتجاه البير مش دايما الحفر مش باستمرار بيكون حفر vertical يعني مش حفر افقي لا انا حفر رأسي لا في وقت من الوقات ممكن انا احتاج ان انا احفر بزاوية يعني يعني السترينج ينزل وياخد زاوية معينة وابدأ ابني الزاوية دي لحد ما اوصل للتارجل بتاعي يعني هنشوف الموضوع ده ان شاء الله في الdirectional dring بالتفصيل طيب ده كان الفونكشن بتاعه طيب مكونات الدرلسترينج ده عدي قلنا هو مجموعة من الموسير او tubing equipment tubular equipment هستخدمها هستخدمها اول طيب كده بالنسبة للدرل بايب درل بايب قلنا زي ما تكلمنا هي عبارة عن holo pipe مصورة مفرلغة من الداخل فيها في النحيتين حتى بنسميها tool joint الطول جوينت دي بتكون ملحومة في جسم المصورة الطول جوينت دي في من ناحية بتكون bin ومن ناحية التانية بتكون box ليها standard الstandard بتاعها في الطول بيتراوح من 28 ل 30 ادم اللي هي حوالي 9 متر برضو ليها مجموعة من الstandard والsizeات زي ما انا شايف ده جسم المصورة ده the little pipe ملحوم فيه tool joint من ناحيتين tool joint دي بتوفر لي ان انا اقدر اعمل connection ما بين مصورة والتانية عن طريق البن والbox mechanism طيب ادري البايب زي ما انا شايف ده جسم المصورة tool joint اللي فوق اللي هي بتمثل البوكس النحية اللي تحت بتمثل البن او زي ما انا شايف اهو وطبعا السردين او السن ده بيدخل جوه ده واعمل rotation خلاص السن تلضم ابدأ ان انا اعمل ترك على البن اخد ترك عليه وبالتالي كده عملت connection طيب grade بتاعت المواسير المعروفة اول حاجة بالنسبة لللنس فانا عندي range 1 طول المصورة فيه تراوح من 18 ل 22 اقل من 18 ما ينفعش ان انا استخدمها كمصورة حفل دي بتعتبر باب جوينت او برلا حدود مواسير الحفل range 2 وهو ده المستخدم بكسرة جدا بيتراوح طوله من 27 ل 30 ادم range 3 من 38 ل 45 وده نادر الوجود طيب في نفس الوقت البايدلين grade بنقسمها دبند على قوة الشد اللي اقدر عملها على المصورة وفي نفس الوقت الترك اللي هقدر اخذه على السن فهلاقي ان انا عندي خمسة grade معروفين دي والإي والإي والإكس والجي والإس أغلب برضو المستخدم هو الجي والإكس الجي 105 ده المينموم يلدسترينس بتاعها و الاس 135 135 ألف بي اس اي اعمل قوة شدة على المصورة تصل الى 135 ألف بي اس اي على المصورة دي طيب الديمينشن عندي موسير الحفر لها قطر معروف بتبدأ من اثنين وثلاثة اثمان خلينا نتكلم على الحاجات الاسطاندر معروفة جدا هي مصورة الحفر الثلاثة ونص دي بستخدمها في الحاجات اللايت او الحاجات الخفيفة في موسير الحفر الخامسة اللي هي وزنها بيكون 19 ونص باوند الكل فيه ده من الحاجات المشهورة جدا في الحفر مصورة حفر خمسة بوصة وزنها 19 ونص باوند الكل ادم في نفس الوقت السن بتاحها 4 ونص نوع السن ده IF في موسير حفر خمسة ونص السن بتاحها بيكون تقريبا خمسة بوصة والسن رج تقريبا الوزن بتاحها بيوصل ل 27.7 باوند الكل ادم زي ما انا شايف ده فلورمان فلورمان واقف في عنده مصورة موجودة في البير حاليا الوقت ممسوكة بسليبس ده التول جوينت بتاعت المصورة اللي تحت ده البن ده التول جوينت كلها ها هو في حاجة رفعاله بنسميها الهورس رفع المصورة دي هو مجرد ان هو بيحط السن البن جوه البوكس وهيبدأ يدخل يعمل الوتيشن للمصورة دي فالسن ده يكون دخل جوه البن دخل جوه البوكس بعد كده الحفار سيأخذ طريق عليها طيب احنا كل كلمنا دلوقتي عن الدريل سترينج اتكلمنا عن حاجة بسيطة جدا فيه وهو جزء منه اللي هو الدريل بايب تحت الدريل بايب على طول بستخدم حلقة واصل ما بين اقتار كبيرة او اقتار صغيرة او او اوزان صغيرة او او اوزان كبيرة فعندي نوع تاني اسمه الهيفي ويت دريل بايب الهيفي ويت دريل بايب دي عباره عن مصورة حفر لكنها في النص فيها تقل او وزن في النص مش طول جويند ده جزء ابسد بيدي وزن اضافي لمواسير الحفر منها انواع عندي منها النوع الستاندر بتاعها بيكون فيه في النص كده حاجة زي تقل او ابسد في منها نوع تاني اللي هو الهيفي ويت سبايرل دريل بايب ودي بستخدمها عشان انا اقلل عملية الستاك بايب ودي مشكلة هنشرح ان شاء الله بالتفصيل دي الاشكال المختلفة من ليبي ويت دريل بايب النوع الاولاني ده هو الكنفينشنال او الستاندر بيبقى فيه الابسد اللي احنا قلنا عليه ده بيروبايد ويت عندي شكل تاني فيه اثنين ابسد فيه شكل فيه ثلاثة ابسد فيه شكل فيه ثلاثة ابسد لكن خلينا نقول ان ده الشكل الاولاني والشكل الاخير اللي هو الاسبيرل ده هم الاشكال الستة او المعروفة طيب تالت حاجة عندي الدريل كولر ده عبارة عن وزن عالي جدا بيستخدمه وزن عالي جميعا وزن عالي جميعا جسم المصوره نفسها المعدن اللي فيه كبير جدا بيقدر ان هو يديلي اوزان بالاطنان كل ما بيستخدم عدد كبير منه فانا بقدر ان انا بيقدر ان انا على سبيل المثال ده دلل ده نظرة بسيطة على شكل الفرق ما بين الدريل بايب وما بين الدريل كولر الدريل كولر شكله سميك جدا لكن الدريل بايب السمك بتاعها بيكون صغير وزنها بيكون قليل لكن هنا الوزن بتاعها ممكن بيصل لو عندي عمود 8 بوصة الوزن بتاعه ممكن يصل الى 150 باوند لكل فيت في حين هنا كنا بنتكلم عن الدريل بايب 19 باوند لكل فيت لكن هنا ممكن نصل الى 150 دفع في الثمانية بوصة انا بوصل الى 11 و 14 بوصة دريل كولر في نفس الوقت انا عندي ستاندر منه الستاندر ده زي موصير الحفر مثلا موصير الحفر خطرها 3.5 وزنها 13.3 باوند لكل ادم عندي موصير حفر 4.5 قطر الوزن بتاعها 16.6 باوند لكل ادم عندي موصير الحفر 5 بوصة وهي دي المتعرف عليها كستاندر دريل بايب وزنها 19.5 باوند لكل ادم دريل كولر سيخلف معي الكلام ده كله وهنصل الى 150 و 160 و 200 باوند للادم الواحد طيب انا كده اتكلمت على الماجور موجودة في دريل سترينج دريل سترينج عندي تكون من دريل بايب هيفي ويت دريل بايب عندي كمان الدريل كولر في بعض الاكويمينت الصغيره اللي بستخدمها زي الصب الصب عبارة عن اكويمينت صغيره بستخدمها زي ما انا شايف كده اطولها مش سابتة ملهاش ستاندر في الصيز بتاعها ولا الديامتر ولا الطول في منها مثلا صب ان انا لقي حاجه صغيره مثلا متر او مترين مترين ده كتير كمان بنتكلم في متر مثلا ومن ناحية فيه سن بن ومن ناحية التانية بوكس او ممكن يكون بن مع بن او يكون بوكس مع بوكس او ممكن استخدمه في اني استخدمه اني ارفع سترينج ارفع دريل بايب او دريل كولر او ان انا اعمل ناحية بوكس فيه برضه حاجه زي البيت صب زي ما انا شايف كده بيكون دابل بوكس ده اهم حاجه تميزه دابل بوكس يبقى بوكس هيركف فيه الدليل كولر و بوكس تاني هيركف في الدقاء تحت عندي ممكن الصبار دي ممكن انها تكون بتنقلي كروس اوفر بتنقلي من سن كبير لسن صغير او من سن صغير لسن كبير او من سن لسن من نوع معين لنوع معين من سن مثلا اي اف لسن ريج او سن انجلو انواع السنون دي طبعا ادفانسد جدا في الدريل بايب ممكن يكون فيه حاجه اسمه سيفر سب كيلي سيفر سب او طوب جايف سيفر سب عندي مثلا ده من سن يعني الاحظ ان السن هنا اوسع شوية ده ممكن يكون اي اف ده السن تاني دايق شوية لاسم تاني فدي كلها انواع اسمها السب طيب تيوب لار هانلينج اكويمنت عشان ان انا اعمل كونيكشن لالاكويمنت اللي انا اتكلمت عنها من شوية دي انا اتكلمت عن ديرل سترينج عشان انا اقدر اعمل كونيكشن لهذه الاكويمنت مع بعضها فانا محتاج اكويمنت تمكنني من اداء هذه الوظيفة بدأ من فوق خلص من عنده طوب درايب طوب درايب بيكون متعلق فيه لينكات بنسميها الاليوفيتور لينك الاليوفيتور لينك ده ذي ما انت شايف كده وجوز الاحمر ده عبارة عن درعين الدرعين دول بيكون متوصلين في الطوب درايب اقدر اطلع بيهم وانزل وعمر الوتيشن كمان لدرل سترينج طيب في نهاية الاتنين درعين دول بيكون في حاجة اسمها البايب إليفيتور البايب إليفيتور ده كما انا شايفه البايب بتكون موجودة في النص هنا وقفل طول الشيوف تتعلق في الجزء اللي انا شايفه ده يعني في الجزء ده مجرد مقفل اللاتش ده اللسان ده هيقفل هنا الدريل بايب كده تعلقت من التول جوينت بتاعتها واقدر علق السترينج واطلع بيه وانزل وده شكل بيوضح طول درايف اهو متعلق فيه سيفر سب متعلق في الدريل بايب مربوطة هنا لكن عند اللينكين او الاليفيتور متوصلين في النهاية بالاليفيتور والاليفيتور شاية للدريل بايب اهو برضو لابسط لها من اقرب شوية اللينكات والاليفيتور قافل على الدريل بايب طيب عند الاسلبس الاسلبس من الاكويمنت اللي بستخدمها ان انا اشيل الدريل بايب المصورة موجودة موسير الحفر موجودة جوه الروتاري هول او روتاري تيبل انا مجرد مرمي الاسلبس هنا فانا بعمل هانجينج او تعليق للاكويمنت دي هو كما انا شايف بيكون فيه دايسيز الدايسيز دي بتبدأ انها تعض في الجسم بتاع المصورة فهتبدأ تعملي هانجينج للاكويمنت الموجودة جواه طبعا فيه شكل ده للدريل كولر ده شكل اللي بستخدم في دريل كولر شكل دايسات بتاعته بتختلف وعدد الانديفيد والاكويمنت اللي فيه مختلف شوية عن الدريل بايب دريل بايب شكله تقريبا ثابت بيكون تلاتة تلاتة سيكشن كل سيكشن فيه الضييزات بتاعته فيه كمان الكيسينج سليبس الكيسينج ده سليبس الضييزات بتاعته شكلها مختلف زي ما انا شايف كده شكل دواير مش الشكل ده طيب فيه جزء اسمه بالسفت كلام ده بستخدمه فور مور سيف لو انا هعمل حاجه فانا بستخدم لو انا هقف كتير في الروتري تيبل باستخدمه ان انا بلفه حوالين الكيسينج او حوالين الدريل بايب او دريل كولر وابدأ ان انا اه انا بلفه كده شابه الجنزيل واخد عليه ترك هنا بحيث ان هو يعمل لي مور هانجنج اهو فيه ضييصات برضه وابدأ ان انا نلف في الجزء ده كلما لفه هيقفل اكتر فيبدأ ان هو يربط جامد على المصوره فيبقى صعب انها تفك او تسقط مني في البيض طيب من الميجر اكويفمنت في عملية الميك اوب او البرائك داون ان انا اجمع مواسير او ان انا اقصر مواسير او افك المواسير او افك المواسير او افك ويأتي من بعضها عندي الكتونج الكتونج هو مفتاح البرليمة يبقى فيه منه اثنين موجودين واحد يكون ناحية دريلر كونسل او ناحية الحفار والتاني عكس الحفار اللي ناحية الحفار ده بستخدمه عشان نعمل ميك اوب بالمواسير بحيث ان انا ده بيكون ثابت من تحت وده بيكون من فوق وابدأ اربطه من هنا كده وبالكات هيد وابدأ اخد ترك فيبدأ ان هو يعصر لي المخصورة يربطها لو هعمل بريك اوت فهستخدم هذا وهسبت ده اللي ناحية الحفار هيكون ثابت اللي ناحية التانية هيكون متحرك ابدأ الفه هناك ابدأ ان انا نكسر المؤسير طيب زي ما انا شايف اهو ده ثابت ده متحرك ده في جنزيرة هو ان يحركه ياخد ترك عليه خلاص طيب البايد سبينر باستخدمها لمجرد ان انا عندي البن والبوكس بتاع المصورتين فيه سن كبير هنا عاوز ان هو يتلف جوه البن عاوز يدخل البوكس فهيبدأ ان الرولاد الموجودة هنا ده تاخد حركة دورانية سريعة عكسية تبدأ انها تلف السن بتاع المصورة ده يدخل جوه هنا لكن طبعا مش هتقدر انها تاخد ترك عالي لازم ان انا بعد ما فكه يعني بعد ما انا كده ربطت المصورتين في بعض هبدأ اجيب مواسير مفاتيح البريمة الوريكتون وابدأ اخد ترك عن طريق الحفار ده اشكال البايد سبينر طيب فيه برضه عند البيت بريكر البيت بريكر ده مجرد ان انا لما حب اعمل ميكاوب للدقاء هربط الدقاء في البيت سب ومن البيت سب هبدأ ان انا حتى السيز بتاعه هيكون مكتوب عليه 17 نص ده مقاس دقاء بحط الدقاء هنا ده كون بت أو تراي كون بحط الدقاء هنا وبسبته وابدأ ان انا الموت سيفر البيت سب ومن البيت سب هبدأ اربط البيت سب وابدأ ان انا اسابل طيب كده انا خلصنا الجزء الخاص ب وابدأ ان انا متعلق عن الموت يجب ان انا مشوهر الورتال وطيب العامل وانشاء الله حسنا نتكلم عن الموت سلكل الاشتراك